ما هي العصفير؟ العصفير هي طيور عصفور صغيرة تنتمي إلى عائلة باسر دي والتي تضم حوالي أربعون نوعا من الطيور يتم توزيعها على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم وتوجد في كل قرة تقريبا باستثناء القرة القضية الجنوبية العصفير هي طيور اجتماعية معروفة بنقيقها وسلوكها المليء بالحيوية وقد حذيت بأعجاب وتقدير من قبل البشر لعدة قرون العصفير هي عموما طيور صغيرة لها فواتير مخروطية يبلغ طول معظم الأنواع حوالي أربع إلى سبع بوصات فهي ممتلئة الجسم ومستديرة وذات جنحة قصيرة وذيول عادة ما يكون ريشها بني أو رمادي مع علامات سوداء أو بيضاء ولها منقار مميز مناسب تماما لتكسير البذور والحشرات الصغيرة واحدة من أكثر الأشياء ثارة للاهتمام حول العصفير هو قدرتها على التكيف تمكنت العصفير من الازدهار في البيئات الحذرية حتى في خضم النشاط البشري غالبا ما يتم رؤيتهم يتجولون في المتنزهات والحدائق والمساحات الخضراء الأخرى ويمكن رأيتهم كثيرا وهم يتنقلون على طول الأرصفة والشوارع تشتهر العصفير بسلوكها الاجتماعي وغالبا ما توجد في قطعان كبيرة خاصة خلال موسم عدم التكاثر هم طيور اجتماعية للغاية وغالبا ما يرواهم يتواصلون مع بعضهم البعض من خلال سلسلة من الغردات والمكالمات والأغاني العصفير من الحيوانات النهمة بمعنى أنها تأكل كل من المواد النباتية والحيوانية يتكون نظامهم الغذائي بشكل أساسي من البذور والحشرات على الرغم من أنهم يأكلون أيضا الفواكه والتوت عند توفرها في البيئات الحضرية تكيفت العصفير على أكل بقايا طعام الإنسان مثل الخبز والسلع المخبوزة الأخرى العصفير هي طيور أحادية الزوجة وتشكل عموما روابط زوجية طويلة الأجل خلال موسم التكاثر سيقدم الذكور عروض مغازلة معقدة لجذب الإنس بعد التزاوج تضع الأنثى مخلبا من البيض في العش الذي بناه الزوجان معا سيساعد الذكر في احتضان البيض وسيهتم كل الوالدين بالصغار بمجرد أن يفقسوا على الرغم من شعبيتها تواجه العديد من أنواع العصفير تناقصا في أعدادها بسبب فقدان الموائل وعوامل بيئية أخرى تم تنفيذ بعض جهود الحفظ للمساعدة في حماية هذه التيور بما في ذلك إنشاء مناطق محمية وإنشاء موائل صديقة للتيور في المناطق الحضرية ترجمة نانسي قنقر